موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اعلان سيناريو اشاعة مقتل الزعيم علي عبدالله صالح هذا هو عنوان بيان كتبه الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر لسنة 2017 الموافق السادس العشرون من ربيع الأول لسنة 1439 للهجرة استهل الامام هذا البيان ببيان سابق كان قد سطره في تاريخ العاشر من شهر يونيو لسنة 2015 الموافق الثالث العشرون من شهر رجب لسنة 1436 للهجرة كان عنوان البيان لا ينبغي للزعيم علي عبدالله صالح أن يقتل من قبل أن يسلم قيادة اليمن إلى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر وقال الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم ألا يستحيون من الكذب؟ ولسوف نعلم ويعلم الجميع أينا أصدق قيلا فبالله الذي لا إله غيره ولا يعبت سواه لو اجتمع بين يدي كافة هذا العالم وقالوا بلسان واحد لقد قتل الزعيم علي عبدالله صالح لأجبتهم على الفور وأقول إنكم لكاذبون وهل تدرون لماذا سوف أكذب خبرهم جميع؟ وذلك لكوني أعلم وعلم اليقين أني لم أكذب على رب الله سبحانه فهو من أفتاني في سبيع رؤى بأن الذي سوف يسلم القيادة للإمام المهدي ناصر محمد اليماني هو علي عبدالله صالح وكان يريني ربي صورته ووحي يرزق فكيف يقتل وهو لم يسلم القيادة بعد إلى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني؟ ويا سبحان الله العظيم إن الله بالغ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعليه فسوف نجدد الفتوى بالحق لو اجتمع كل عبيد الله في ملكوت السماوات والأرض يريدون قتل الزعيم علي عبدالله صالح لم استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ونصيرا حتى يسلم القيادة للإمام المهدي ناصر محمد اليماني وهل تعلمون أحبتي في الله لماذا هذا اليقين التام؟ وذلك كوني أعلم أني لم أفتري على ربي بأن الذي سوف يسلم قيادة اليمن إلى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أنه الرئيس علي عبدالله صالح فكونوا على ذلك من الشاهدين والأيام سوف تبين الصادقة من الكاذب وهذا البيان كتبناه مسبقا بزمن من قبل إعلان الخبر بمقتل الزعيم علي عبدالله صالح بحسب تاريخ تنزيل البيان من قبل أن تأفك به كافة قنوات الأخبار العربية والعالمية الأغبياء فقالوا بلسان واحد لقد قتل الزعيم علي عبدالله صالح ولكن الإمام المهدي كذلك كاتب الجواب مسبقا من قبل أكثر من سنتين ردا على أخبار قنوات البشر من قبل الخبر ومن بعد الخبر ولم يقتله أنصار الله ولم يقتله سنحان ولم يقتله طارق بن أقيه كما يزعم بعضكم وأما بالنسبة لجثته فأقول يا أيها السيد عبد الملك الحوثي ائتبع لي عبدالله صالح على أعين الناس لعلهم يشهدون يقينا مقتل الزعيم علي عبدالله صالح واعلم أن الله على بعثه لقدير لو كنتم حقا قتلتموه وحتما ستظهر قصة مقتل الزعيم علي عبدالله صالح مجرد حلقة كمثل حلقات رامز جلال صاحب الوجه المختلفة التي كأنها حقيقية لتحقيق الكاميرا الخفية فالحكم لله وهو أسرع الحاسبين ويا معشر أنصار الله تقول الله إن كنتم حقا أنصار الله فلا تسعوا لتطفئوا نور الله بإثبات عدم تصديق آيات التصديق للإمام المهدي ناصر محمد اليماني ولكن الله بالغ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهل حرستم على قتل الزعيم علي عبدالله صالح يتثبت للعالمين أن ناصر محمد اليماني كذاب وليس المهدي المنتظر صاحب علم الكتاب القرآن العظيم فيلا العجب بل الحجة عليكم قائمة كون الشيعة هم أعلم الناس بالإمام اليماني ويعلمون أن راية اليماني أهد الرايات ويعلمون أن من عصاه أنه في النار وبئس القرار كون من عصى اليماني المنتظر خليفة الله الذي يدعو للحق وإلى صراط مستقيم بالبيان الحق للقرآن العظيم فمن أبى واستكبر فحت من يلعنه الله كما لعن الله إبليس المستكبر عن طاعة خليفة الله آدم بسبب فتنة كرسي الخلافة فاتقوا الله أحبتي في الله الشيعة الاثن عشر فلا تكونوا أول من يكذب بالمهدي المنتظر الإمام الثاني عشر من أهل البيت فلا تسعوا معاجزين للتكذيب المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني فيعذبكم الله عذابا نكرا وأما أهل السنة فلا يعلمون عن اليماني شيء ولا يعلمون أن أهدى الرايات من بين رايات البشر في العالمين في عصر الفتن هي راية اليماني ولا يعلمون أنه يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم ولا يعلمون أن من عصاه أنه في النار وبإسل قرار بل الشيعة من يعلمون أكثر عن اليماني ناصر محمد ومنهم الشيخ علي الكوراني واعلموا علم اليقين أنتم يا فضلة الشيخ علي الكوراني أن اليماني المنتظر هو ذاته المهدي المنتظر ولحنة الله على الكاذبين أو الذين تأخذهم العزة بالإثم من بعد ما تبين لهم الهدى فاتقوا الله واصمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون فلا خير في الذين استولوا على عاصمة اليمن صنعاء الحوثيون أنصار الله ولا خير في القادمين إلى صنعاء الإصلاحيين المفسدين أمثالهم حتى تستجيبوا لدعوة الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم وسنة رسوله الحق ثم لا تجدوا في صدوركم حرجا مما قضينا بينكم بالحق فتسلموا تسليما لحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إن كنتم بآيات الله تقنون ولم يجعل الله الزعيم علي عبدالله الصالح سلطان علمي عليكم حتى تصدقوا وتتبعوا الحق من ربكم بل سلطان العلم والحجة عليكم نقيمها من محكم القرآن العظيم فلا تجادلونني من القرآن العظيم إلا وهيمن عليكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني بسلطان العلم الملجم من محكم القرآن العظيم فذلك بيني وبينكم ويا علي عبدالله صالح المتنكر اتق الله الواحد القهار بقد صار الشعب اليماني بين نارين نار الإصلاحيين القادمين إلى صنعاء ونار الحوفيين المسيطرين على العاصمة صنعاء فكليكما ظالمين للشعب اليماني بل الشعب اليماني لحكم الطائفتين لمن الكارهين أم تريدون أن تكرهوا الناس على القبول بحكمكم يا معشر الحوفيين والإصلاحيين بل كونوا أنصار الله الحق قلبا وقالبا إن كنتم صادقين فأقيموا ما تنزل إليكم في القرآن العظيم وأراكم كمثل اليهود والنصارى في قول الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم وكذلك قالت الشيعة ليس أهل السنة على شيء وقالت السنة ليست الشيعة على شيء تصديقا لقول الله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم صدق الله العظيم أي الذين لا يعلمون الحق من ربهم وهم السنة والشيعة فلستم على شيء لا الشيعة ولا السنة حتى تقيموا ما تنزل إليكم من ربكم القرآن العظيم فتستجيبوا لدعوة الاحتكام إلى الله لنحكم بينكم من محكم القرآن العظيم وإن أبيتم فأنتم لستم على شيء بل على ملة الشيطان الرجيم وأبشركم بعذاب عقيم يا من أبيتم الاستجابة لخليفة الله الداعي إلى الصراط المستقيم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وبالنسبة لفقامة الزعيم الرامز علي عبدالله صالح فأقول له ألم نفتك من قبل بالحق أنك إذا لم تسلم القيادة إلى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فسوف تتكالب عليك الأحزاب وتتقطع بك الأسباب حتى لا يبقى أمامك إلا باب الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وليس تسلم القيادة أنها لتزال بيدك قيادة وقوة فلو كان ذلك لم أراني الله في الرؤية الحق أنك تقول لي سلمتك القيادة وأنا وزوجتي في ذمتك فقلت لك لا تخف والله لأكونن لك خيرا لك من ولدك فهذا يعني أنك سلمت القيادة إلى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأنت غير قادر حتى على حماية نفسك وأهل بيتك وأما بالنسبة لتسليمك القيادة إلى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فهو معنوي كونك أصبحت قائدا لقلوب الشعب اليماني غير الأحزاب فجميع الشعب معك برغم ظلمك في حكمك ثلاثة وثلاثون عام ولكن بالمقارنة مع ظلم حكم الإصلاحين والحوثيين فأصبح ظلم علي عبدالله الصالح ليس إلا قطرة في المحيط الهادي فلكم أحزنهم خبر مقتلك في قنوات الأخبار ولكن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أعلم علم اليقين أني لم أفتر على ربي رؤيا تسليم القيادة من علي عبدالله الصالح حتى ولو قتلوك لبعثك الله وأما لو يبحثوا عنك الآن من بعد البيان يريدوا قتلك فسوف يلعنهم الله وينجيك من مكرهم ولا أظنهم سيفعلون فلا ننكر أن في أنصار الله رجالا صادقين وأكثرهم قوم مجرمون محسوبون عليهم فاتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب ألا والله أن قتل أي من أنصار الله والإصلاحيين وكافة أحزاب المسلمين لخسارة على الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وإني لحازين عليهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون فاتق الله يا صاحب السمو الملكي سلمان بن عبدالعزيز واتقوا الله يا معشر دول تحالف النقد العربي دمرتم يمننا وأهلكتم كثيرا من اليمانيين فاتقوا عذاب يوم عقيم جميعا واستجيبوا لداعي الله للصراط المستقيم بالبيان الحق للقرآن العظيم قد غضب الله لكتابه فمن يجيركم من عذابه وكافة الكافرين به ولسوف يظهر الله خليفته المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني على كافة البشر في ليلة بعذاب النكر اللهم قد بلغت اللهم فاشهد إنك قلت وقولك الحق فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وأما معشر الذين لا يزالون يؤجلون بيعتهم لخليفة الله الحق من ربهم حتى ينظروها ليسلمه القيادة علي عبدالله صالح فأقول لهم والله ثم والله ثم والله لقد ظلمتم أنفسكم فليس علي عبدالله صالح أكبر من الله وآياته تصديقا لقبر الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم اسمعوا آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم ولكن للأسف ربما بعض القلوب الغلف يقولون بل نصبر حتى يتبين لنا هل علي عبدالله الصالح حين يرزق فحتما سوف يسلم القيادة إلى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فمن ثم نقيم عليكم الحجة بالحق وأقول لكم كيف تبنون عقائدكم على الرؤية فلا تبدلوا كلام الله خيرا لكم فهل تعبدون الله أم علي عبدالله صالح ما لكم كيف تحكمون بل تتبروا سلطان علم البيان الحق للقرآن في موسوعة البيان وقارنوا بين تفاسير علمائكم وبين بيان الإمام المهدي ناصر محمد للقرآن بالقرآن وبأحاديث السنة النبوية الحق التي لا تخالف لمحكم القرآن العظيم وأقسم برب العالمين قسما شاهدا عليه كثير من المسلمين لأجعلنكم يا معشر علماء المسلمين وأتباعهم بين خيارين اثنين إما أن تتبعوا كتاب الله وسنة رسوله الحق أو أن تعرضوا عنه وتتبعوا أحدث الشيطان الرجيم المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله الحق ثم يلعنكم الله كما لعن الشيطان إبليس لعنا كبيرا فاحذروا يا من تبين لهم الحق من ربهم ولم يتقذوه سبيلا ومن أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم أولئك من نصيب الشيطان في عباد الله وقال الله تعالى لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق الله العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني